موسيقى ازايكو وعملين ايه في شعر الجاهز قلب الجامد قربط الحزام ويلا بينا بيبدأ فيلمنا بواحد اسمه أرن واقف بيبص على جدار عالي جدا ويجي اتنين اصحابه أرمن وبكاسة يرزلوا عليه ولكن بعد كده كلهم يبصوا على الجدار وأرن يحكي قصته واللي بترجع ل100 سنة للورا لما ظهرت العمالقة اللي هي أشبه للبشر واسمهم تايتين او العمالقة الجبابرة وظهرت فجأة واباد والعالم كله وغذاءهم الوحيد أكل لحم البشر بدون رحمة وباقي البشر اللي فضل منهم بنوا جدار عملاق من طبقات خرصانة عشان يحميهم من هجمات العمالقة ويكون في سلام لفترة مؤقتة وبالرغم من وجود الجدار 100 سنة محافظة عن أمان والسلام ولكن لا يوجد ضمان لصمود الجدار للأبد قدام العمالقة ويكمل أرن انه هو تخنق وزهق وان كل أمالهم يشوفوا العالم الخارجي اللي برا الجدار ويشوفوا الدنيا والبحر اللي عمرهم ما شفوه وكان داخل الجدار الجيش هو المسيطر وبينظم ظروف المعيشة وأرن واصحابه انتهزوا انشغال الجيش وكرروا يشوفوا العمالقة ويخرجوا برا الجدار ولما وصلوا للصور استغربوا من ضخمته وقبر حجم الجدار وأرن بيقول لهم يلا نخرج ويتمنهم ان العمالقة بحد شابهم اكتر من مئة سنة لكن فجأة يهجم عليهم الجيش ويدربوا في بعض ولما كانوا خلاص الجيش هيدرب عليهم النار بيجي قائد الكتيبة كان صديق والد أرن وهدى الموضوع ما بينهم وحكى لهم قصة حصلت لي وهو صغير انه اتقابد عليه وهو بيحاول يعمل زيهم بالزبط وانه عارف ان كل البشر اللي جوا الجدار نفسهم يخرجوا واكتشفوا العالم الخارجي والحياة اللي موجودة خارج الجدار ولكن ايبسط يا عم احنا كده كده في عملية استطلاع قريبة ولكن خلي بالك كلام ده بيني وبينك ومحدش يعرف عنه حاجة هو اصلا مش هيلحق يرجع ليهم يقول لهم وفجأة الارض والجدار اهتز جامع ويسمعوا أصوات مرعبة وغريبة من ورا الجدار ويظهر عملاق كبير جدا واطول من الجدار اللي حميهم ميت سنة وتصدموا من المشهد لان اول مرة يشوفوا عملاق بالكبر ده والعملاق خبط الجدار برجله وعمل فتحة كبيرة من تحت الجدار وساعتها دخل باقي العمالقة العاديين وكده تأكدوا لما شافوا العمالقة انهم موجدين وعايشين معاهم والعمالقة دخلوا ياكلوهم وعلى طول الجيش بيحاول يقاوم ويضرب عليهم قنابل ومدفعية ولكن بيدون فايدة لانهم خالدين ولو تصابوا او الجرحوا عندهم القدرة على تجديد نفسهم والتقام جرحهم بسرعة والجنود لما تيقس وتلاقي مفيش فايدة من ضرب القنابل ومدفعية تهرب والعمالقة واستمر بالهجوم عليهم وبدأ التاكلهم ولكنهم وجبة خفيفة ليهم واللي يفضل منهم اطفالهم تكمل عليهم وتاكلهم وحجموا عالمدينة كلها كل واحد فيهم يأكل اللي هو عاوزه وياخد اتنين او تلاتة ولكنهم في اوبن بوفيه كان فيه طفل عالارض وحيد وبكسه تشوفه فتروح عليه بكسه وتنقذه ولكن ساعتها تفترق عن ارن من زحمة الناس وارن دخل غصبا عنه داخل الكنيسة اما الناس زقته وماقدرش يخرج ومن الشباك ارن شاف عملاق عنده اسنان غريبة بقرب من بكسه وهنا هي استسلمت للامر الواقع وعرفت انها هتموت ولكن بدأها حصل انفجار كبير هز الكنيسة وويع ارن ولما قام وخرج يدور على بكسه لقاها اختفت هي والعملاق والتفل وتصدم لما لقاها العمالقة بتهجم على الكنيسة اللي لسه خارج منها ومن حظهم السيء محدش عارف يخرج منهم وبياكلوا فيهم ولكنهم بياكلوا كباب حلة وقارم مصدوم وهرب وهو مش عارف يعمل ايه ولا رايح فين ونجري سنتين بعد ما اتبحت هجوم العمالقة والجيش بيستعد ان يسترد كل المناطق اللي اخترقت من هجوم العمالقة والقائد يفهمهم ان هما كانوا ساكنين كل الارض دي اللي داخل الجدار ونتيجة هجوم العمالقة الارض قلت لحد ما بقت الفتعة الاخيرة دي وده تسبب في طرق المزارع لانها كانت في المدن اللي تم اختراقها وده معناه الزراعة والموارد قلت كتير وحصلت مجاعة عندهم وقال لهم عايزين نستعد ونرجع الاراضي تاني ولازم يصلحوا الجدار وقدم لهم خبيرة الاسلحة الكابتن هانس وبتقول لهم ان هما هيشوفوا اخر تحديث للاسلحة واريتهم سلاح التصارع الجديد اللي هيقتلوا بيه العمالقة ولما جربته قالت لهم ممكن يقتل للعمالقة وممكن يقتل للفريق اللي معاها كمان لو استخدمناه غلط وارين وارمن انضموا للجيش بعد ما عاشوا من المتبحة والجيش استعدوا وهيعمل استطلاع وارين بيفهم ارمن وانين انضموا للفريق جدد هدف الفريق وان ليه دور غير الاستطلاع وان مهمته الاساسية تفجير الجزء العلوي من الجدار ولما ينهار هيسد الفتحة اللي تحت اللي فتحها لعملاق الكبير ورغم انه هينقص شوية من فوق الا انه هيكون اعلى واطول من العمالقة العاديين وبكده هيقدروا يخلصوا على العمالقة اللي جوه الجدار وابري ما يتحركوا الكابتن هانس بتشرح لهم طريقة قتل العمالقة وان نقطة ضعفها نقطة معينة فقفاهم لان في اي حتة تاني اعضاءهم بتتجدد تاني بسهولة وبسرعة وان هم حاجة في المهمة دي الصمت وعلى الكشافة والفريق اللي معايا الصمت التام لان قال صوت بتصحيهم من النوم والعمالقة عندهم حسية من الصوت وتوكلوا على بركة الله ومشوا وخرجوا من الجدار واول مرة كانوا يخرجوا من الجدار من مئة سنة وشافوا بقر ومواشي وهنا عارفوا معلومة جديدة ان العمالقة متكلش غير لحوم البشر وفجأة بنت تقول لهم انا سمع صوت طفل وانها لازم تنقذه ولما دخل جوه المبنى يروح ارن معاها وعلى مصدر الصوت يشوفوا طفل بيبي امور بيأكل انسان بكل براقة واول ما يشوفهم يقرب منهم ويقع على وشه على الارض ويصرخ ويعيط والعمالقة تسحى ويتيجي على صوت واول ما العمالقة شافوهم يقتلوا فيهم ويكلوهم ويجروا وراهم ومش بس كده نادوا على بقية العمالقة اللي في المنطقة وهيعملوا حفل عليهم ويجوا على الوليمة والقائد قرر يمشي ويسيب مجموعة الكشافة وراه وجيريو ويعيني الكشافة ملقيتش حتة تهرب فيها فجيريو على عرب مبنى ليهم ولكن اتحصروا من العمالقة وفجأة يظهر الكابتن شيكي شيما قاتل محترف ويقدر يضرب العملاق اللي واقف قدامه في نقطة ضعفه ويقتلوا وتظهر المساعدة بتاعته وشها مش باين وبرضو مدربة ومحترفة وتقتل العملاق بسهولة وتطلق بكاسا صديقة ارن لكنها ما تديش اي اهتمام لأرن ولكنها عارفاها وزي ما ظهروا شيكا وبكاسا فجأة اختفوا فجأة وراحوا يخلصوا مهمة مطلوبة منهم وهي حماية المتفجرات لانها اخر امل للارض كانت قائد مخبيها في مخبأ سري تحت الارض وفي نفس الوقت جند اتهم ارن انه هو السبب لجذب العمالقة وانهما لما كانوش داخلوا المباني جوه كان زمانهم كلهم لسه عايشين ولا واحد مات فيهم وتخلقوا مع بعض وتيجي بكاسا بحركة تكونغفوه تجيبوا الارض وتمشي من سكاة وارن يروح وراها ويلاقيها قاعدة بتعزف لوحدها فيقول لها انت بتعملي معايا كده ليه فتقول له على طول الطفل الصغير اللي انا كنت طالع احميه اتاكل من العملاء وانا كنت هتاكل وقريته عضة في جسمها تقول له لكن شيكي انقذني وجيها على سيرته شيكي في الوقت ده وعرف ارن ان بكاسا اتغيرت مشاعرها ومش هي اللي كان عارفها وخرج وصرخ وهو متدايب هتيجي واحد زملته توقفه وتمنعه من الصراخ عشان العمالقة ما يسمعهمش تاخده لمكان قريب وتقرب منه وتقول له يلا يقولها يلا ايه تقول له تعالى بسرعة وارن شاكله اول مرة وفجأة بيظهر عملاق كان سمع صرخة ارن ويشدها وياكلها ودي اخر تقلة الادب وارن ما يقدرش يساعدها ويقرب منهم عمالقة كتير والجيش بيسحب نفسه وفرق الصعقة بدأت الهجوم على عمالقة عشان تأمن انسحاب الجيش وبدأت المعارقة ولان الجنود ما عندهمش الخبرة اللازمة للتعامل بأسلحة التصارق اتاكل كتير منهم ولما واحدة اتاكل جزهة اقسمت انها تقتل العملاق اللي قاتل جزهة وفي لحظة غضب اخدت الشاحنة اللي فيها متفجرات كان المفروض يدمروا بها الجدار ودخلت فيه حصل انفجار رهيب ولكن بدون اي خسار في العمالقة لانهم بيتجددون نفسهم بسهولة وارن مصدوم وكرر يحارب العمالقة ولأول مرة يستخدم سلاح التصارق ويكتير بين العمالقة ولكن مش محترف وهنا شيكي بدأ يوجه ارن ازاي يستغنم السلاح وقدر يعملها والله وبدأ يزبط نفسه وقدر يقتل واحد منهم ويفرح ولكن للأسف وقع في بقق عملاق تاني واكر رجليه ورماه بعيد جدا والجنود لقوا واحد صاحبهم تاني متحاصر على سطح مبنى وبيحاول يهرب وعلى طول ارمن حط خطة ينقذوا بيها وفضلوا يصرخوا ويعلوا في صوتهم عشان يجذبوا العمالقة ليهم وساعدها صاحبوا من تازل فرصة وقدر يهرب ويطير ويقتل العملاق ومساعدة ساشا ولما جاه يهربوا من المكان ومن سوق حظ ارمن عملاق مسكوا وكلهم حاولوا يساعدوه ولكن مفيش فايدة كل ما يتجرحة و تصاب يخف بسرعة وارن رغم ان رجله مقطوع الا ان قدر يساعد ارمن وانقذوا ومسك ايديه وخرجوا من بق العملاق للاسف هو اتبلع واتقطعت ايديه نازل في معدده زي الزحليقة وشاف جثث من زميله اللي مات واتكله وساعتها ارن انفعل وقسم ان هيقتل كل العمالقة ازاي مش عارف ضف بطن وفي الوقت نفسه بريهم تحاصر والعمالقة بتتسلى وبتنقنق وبتكلهم وهنا رجعت بكسة ليهم وبدأت تقطع كل واحد فيهم لما شافت ايد ارن والنماد وقتلت كتير منهم لحد ما جاهزها باظ ووقعت على الارض والعملاق اللي اكل ارن جاي يأكلها هي كمان فقررت حربه ولكن يحصل حاجة مفاجئة ويطلع عملاق من بق العملاق الاولاني مختلف وهايق ويهجم على كل العمالقة وكله يبقى مزهول وبدأ فريق كشافة كله شك في العملاق ده انه نفس اسلوب ارن في القتال وشكوا ساعتها انه هو ارن وطبعوا اسلوبه ولما خلص قرب منهم وهم جيروا بكسة فضلت وقفة ونادت باسم ارن ولكن العملاق مسكها ورفحها قدامه وفضل بصص لها ويدر في الاخر يتعرف عليها من هي حبيبته فجأة صرخ وجسم العملاق بدأ يتبخر وتلاشى والقائد يقول لهم بسرعة واحد يعمل مخرج لأرن في قفة الوحش قبل ما الوحش يتبخر على طول بكسة ما ترددتش بدربة قدرت تخرج أرن واستغربه لما له أرن اطرافه رجعت كلها مرة تانية وبدأ أرن يستعد وعيه والقائد شيكي شاف ده كله وكأنه متوقع لا يحصل ويخلص الجزء الاول لو عايز تعرف ايه اللي حصل لأرن وازاي رجع تاني اشترك وفعل الجرس وانتظروني في الجزء التاني والسلام عليكم